السلام عليكم وبهذا الفيديو ان شاء الله أسلط الضوء وأعيد بعض من ردود الفقار المغربي على عيسى الفاروق لكن قبل ما أستعرض هذا الرد أحب أوجه رسالة إلى جميع المناظرين بقناة حقاق الأديان أو بالقنوات الأخرى هذه الرسالة من شخص صغير جدا مقارنة بعمركم وبعلمكم أرجوكم أنتم أسمى وأرفع وأكبر من أن تناظرون عيسى الفاروق أو من هم أقل من مستواكم العلمي وهنا أقصد الباحث القدير عقيل العراقي وأيضا أقصد الشيخ أحمد الجعفري أنتم أكبر من أن تناظرون عيسى الفاروق أنتم ما شاء الله لديكم علم غزير للأسف الشديد تدخلون بمناظرات مع شخص زعضوض مثل عيسى الفاروق والله العظيم عندما أشاهد هذه المناظرات وأجد أن الطرف الآخر هو طرف لا قيمة له أن الطرف الآخر ليس بالمستوى العلمي المطلوب لمناظرة شخص مثل عقيل العراقي أو شخص مثل الشيخ أحمد الجعفري صراحة لما أشوف أن الطرف الآخر هو عيسى الفاروق هنا تصيبني خيبة أمل كبيرة لأن لمن يقترن اسم عيسى الفاروق مع الشيخ أحمد الجعفري أو عقيل العراقي هنا يكسب بعض القيمة التي لا يستحقها فأرجوكم أن تناظرون الأشخاص الذين يحملون بعض العلمية ومن هم بالمستوى العلمي المطلوب وأرجوكم ما تنزلون مستواكم لأي شخص بالمناظرة فأنتم كما قلت أكبر وأسمى وأعلم من أن تناظرون هذا الشخص كما قلت هذه الرسالة من خادمكم الصغير أتمنى أن تأخذوها بعين الاعتبار وعلى محمل الجد أما الآن فأترككم ويدفن الحقيقي من الأخ ذو الفقار المغربي إلى هذا الذي يدعى عيسى الفاروق إخوتي الكرام السلام عليكم ومرحبا بكم لقد اتضح للجميع في حلقة هواية الكذب جهل وغباء هذا معاق وعلى ما يبدو لم يشبأ من الدعس وعاود الرد عليه والعجيب أنه بنفسه قال في رده الأول من المؤسف والمحزن حقيقة أننا أصبحنا نرد على النكرات والمجهيل من أمتال هؤلاء الروافض فإذا كنت كما أنت تقول فلماذا تورد على النكرات والمجاهيل لماذا تناقض نفسك هل أوجعتكم إلى هذه الضرحة وهابية خرج علينا المستبسر الجديد اسمع يا بصل اسمه المستبسر فعندما تتحدث مع المستبسر المتشيع فالأذب والإحترام ليس مستحب بل واجب مؤكد هذا أولا ثانيا يا بصل المستبسر قبل أن يستبسر كان وهابيا مثلك حتى أبصل الحقيقة التي كانت مخفية عليه فلم يستبسر هكذا عن فراغ بل عن بحث وجهد لكي يبدل البيعة التي كانت فلتة ويتبع بيعة الغدير أكمل الذي ركب في سفينة المتعة نعم سفينة المتعة التي ركبتها أيضا أسماء بنت أبي بكر وهي التي كانت تقود السفينة ولا ننسى الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم وأرضاهم الذين مع رسل المتعة في حد رسول الله أيضا ركبوا معي في نفس السفينة أكمل أيضا ركب اسمعي في سفينة اللطم المقاعشة التي كانت تلقم وتندم وجهها مع نساء قريش اقرأ كتبك أولا ثم تكلم يا جاهي أكمل هذا هذا ذو الخمار المغربي يا غبي لا تفرق بين الخمار والقناع ولا بين الجبل والعالية عجيب قلت لكم هذا الشخص إما أن يكون إما أن يكون مختل أو شاذ أو معاق في عاقة ذهنية والمصيبة يتبجح بالمناظرة يعني كتلة الغباء غباء مركب أكمل لنشاهد ماذا قال الآن سؤال أين رأيتم في هذا الحديث أن الإمام علي عليه السلام هرب إلى الجبال كما يقول هذا الجبل الرواية أيها الشاذ واضحة جدا الشاذ آه تقصد الذي كان يتدوب ماء الرجال ويقول البول قائما أحسن للضبر أنت تعلم من هو أليس كذلك لذا يعني أن تكون اسمه ألم أقول لك يا وهابي أسرك التهريش والكلام الفارغ وخليك في صلب الموضوع إذا كنت تريد التهريش فأنا أيضا أعرف التهريش أدخل في صلب الموضوع مباشرة يا معاق وانقذ نفسك وخارج من البيت ذهب نحو العالية ترك زوجته وذهب نحو العالية ها الآن أصبح ذهب إلى العالية فلماذا يا معاق قلت في ردك الأول أن الكرار هرب إلى الجبال وتسلق الجبال لنشاهد وعلي ماذا فعل علي هرول وهرب إلى الجبل علي الباطل الشجاع عند الشيعة هرب إلى الجبل والآن تقول خرج نحو العالية بعدما تم فتحك تراجعت عن كلامك لا تفرق بين العالية والجبل يا جاهل أين يوجد في الحديث أنه هرب إلى الجبال لننجح إلى نفس الحديث وخرج علي بن أبي طالب عليه السلام نحو العالية يقول الحديث وخرج علي بن أبي طالب نحو العالية يعني اتجاه نحو العالية هل العالية يا جاهل تعني الجبل في أي لغة في أي قاموس أتيت بهذا الفث او يا سيدي العالية صورها ما تريد ليست جبل ما هي مشكلة خلاص روح يا جبل لا 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 مش خلاص ابدا تعال تعال يا جبل تعال تعال لماذا يا معاق شنعت الامام علي عليه السلام في ردك الاول لا تستحي تشنع وتقول انه غرب وتسلق الجبال ونسيت ان الذي يتسلق الجبال هو جدك عمر اكمل اكمل المشكلة ان علي خرج من بيته وترك زوجته في البيت لوحدها وهرب يقول خرج وهرب يعني مصر على كذبه اين هو الهرب يا جايل انت لم تفهم حتى الحديث وتقول هرب سنعود الى الحديث فيما بعد اكمل لماذا الان سؤال لماذا خرج علي من البيت وترك زوجته لوحدها في البيت وقوم هجموا على البيت لماذا خرج علي لماذا عندما سأله الرجل قال يريدنا حرق بيتي لماذا خرج انت من بيته لماذا لم تدافع عن زوجته يقول لماذا خرج علي لماذا خرج علي وترك زوجته الا تريد من علي ان يخرج من بيته او ماذا وهل كلما خرج يأخذ معه زوجته ماذا السؤال الغبي نكمل ففي التحقيق الروايات هذه التي تقول بالهجوم ضعيفة لا تصح سندا ومتنا وعند السنة لا تصح سندا ومتنا يقول عند التحقيق هذه الروايات لا تصح سندا ومتنا عند الشيعة وعند اهل الصقيفة ما شاء الله متأكد انها لا تصح عندكم سنرى ذلك فيما بعد اكمل الجميل ايها الاحبة في هذه المسألة ان الرافضة لا يكترون ارد هذه الرواية هذا الوهبي اتى بهذه الرواية التي تهم بها الامام عيالي عليه السلام بالهروب والان يقول باننا لا نستطيع تكذب هذه الرواية لماذا لنشاهد هذه القاعدة التي لا نعلم من اين اتى بها لماذا لا يقدرون لان لو ردوا هذه الرواية وقالوا انها ضعيفة فنقول ان روايات كلها ضعيفة فلماذا تمسكتم بتلك الروايات ولم تتمسكوا بهذه الرواية التي تقول ان علي هرب وترك زوجته عجيب هذه القاعدة يقول اذا ضعفنا هذه الرواية فيجب ان نضعف كل الروايات الاخرى. من اين عطيت بهذا الكلام? انت اي نوع من الحشيش تتعطى? ما هذا الغباء? نكمل وشاهدوا هذا الازام الخارق. عندك امرين. اما ان ترد روايات كاسر الضرع كاملة وتأخذ المسألة بشكل اه تحقيقي. اما ان تصح هذه رواية وتأخذ بها او تقول انها ضعيفة ولا اخذ بها. امري اما ان تقول ضعيفة كلها ولا اقبلها او صحيحة كلها وتأخذ هذه الرواية التي تقول ان علي هرب وترك زوجته لوحدها في البيت. ما شاء الله قالب علي الطاولة. يا معاق من اين اتيت بهذه القاعدة? في اي كتاب? في اي مصدر? في اي كوكب? يقول يعمى تاخذ بكل هذه الروايات او تردها كلها. ما هذا? من اين اتيت بهذا الكلام? من كيس ابي هريرة? هذا هو قلب الطاولة عندك? هذا لا يعلم ماذا يقول. هذه التي تقول بالهجوم ضعيفة لا تصح سندا ومتنا وعند السنة لا تصح سندا ومتنا. لكن انت تعتقد بها وتؤمن بها. مع ضعفها انت تؤمن بها. فانا الزمك باعتقادك وايمانك بها. يقول مع ضعفها انا ملزم بها. ويلزمني بها مع ضعفها. جميل. انا اقبل هذا الانزام الخارق. اذا كان الامر كذلك فتعال الان لترى كيف تقلب الطاولة. تفضل هذه الاحديث التي تتحدث عن نفس الواقعة. واياك ان تقول بانها ضعيفة. فانت قلت انك تلزمني بها رغم ضعفها. جميل جدا. تفضل وشاهد من هو الجبال. بحار الانوار. للمجلسي. الكتاب الثاني. فدفعت الباب ودخلت. فاقبلت الي بوجه اغشى بصري. فصفقت صفقة على خديها من ظاهر الخمار. فانقطع قرطها وسناطر الى الارض. وخرج علي. فلما احسست به اسرعت الى خارج الدار. وقلت لخالد وقنفد ومن معهما. نجوت من امر عظيم. وفي رواية اخرى قد جنيت جناية عظيمة لا امن على نفسي. وهذا علي قد برز من البيت. وما لي ولكم جميعا به طاقة. الامام علي عليه السلام كان داخل البيت. فعندما ذخل عمر وهجم على الظهرة. الامام علي خرج من داخل البيت. فلما احس به عمر خرج مسرعا وهرب من البيت. وقال قد نجوت من امر عظيم. لماذا داد الجبل من عمر? لماذا لم يواجه الامام علي? الام تقول بان الامام علي هرب من الجبل وخرج من البيت وزرك زوجته تضرب? اين هي شجاعة عمر? يأتي مع عصابة من ابناء الزنا. ويفجمون بالسلاح على الناس في منزلهم. ما حملوا سلاح ولا هددوا احد. ويحرقون بيتهم. هل هذه هي الشجاعة? اي ندالة هذه? واي حقارة هذه? تفضل حديث اخر الذي انا ملزم به كما انت قلت. بحار الانوار للمجلسي. الكتاب الثامن. فاستقبلته فاطمة عليه السلام وصاحت يا ابتاه يا رسول الله. فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها. فصرخت يا ابتاه. فرفع الصوت فضرب به دراعها. فنادت يا رسول الله لبئس ما خلفك ابو بكر وعمر. فوثب علي عليه السلام فاخذ بتلابي به. فصرعه ووجع انفه ورقبته. وهم بقتله. ماذا فعل الكرار للفرار? هجم عليه. ووجع انفه ورقبته. وصرعه على الارض. رقبت عمر كانت تحت نعال امام علي عليه السلام. وتقول يا معاق انه هرب الى الجبل? وترك زوجته تضرب? سيدك عمر? كان بين الحياة والموت. نكمل. فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وما اوصاه به. فقال والذي كرم محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة يا ابن صهاك. لو لكتاب من الله سبق عهد عهد الي رسول الله لعلمت انك لا تدخل بيتي. فارسل عمر يستغيت. الفرار بالا في سروانه وبدأ يستغيت. ويطلب المساعدة. هذه هي الشجاعة? ثم تقول ان القرار فرع الى الجبال. فاقبل الناس حتى دخلوا الدار وثار علي الى سيفهم. فرجع قنفد الى ابي بكر. وهو يتخوف ان يخرج علي بسيفهم. لما قد عرف من بأسه وشدته. لا قنفد ولا الفرار استطاعوا ان يهجب مع الامام علي عليه السلام خوفا من بأسه وشدته. والله يقطعهم ويشرب من دمهم ويسوي بهم كباب مشوي. نكمل. فقال ابو بكر لقنفد ارجع فان خرج فاقتحم عليهم بيته فان امتنع فاضرم عليهم بيتهم بالنار. يقول ابو لقنفد فان خرج فاقتحموا عليه البيت. اذا لا يستطيعون الهجوم ينتظروا حتى يخرج من بيته ثم يهجمون عليه. نكمل. فانطلق قنفد لمنعون فاقتحم هو واصحابه بغير اذن. وصار علي الى سيفه فسابقوه اليه وكاسروه. اذا الامام علي عليه السلام صار الى سيفه فسابقوه اليه وتكاتروا عليه. ثم يقول هذا المعاق انه هرب الى الجبل. وترك زوجته تضرب. اين تركها يا كذاب? بل دافع عنها. الان لنعود الى الحديث الذي يقول فيه انه هرب الى الجبل. نشاهد. الامال الى الشيخ المفيد. صفحة تسة واربعون. عن مروان بن عثمان قال. لما بايع الناس ابا بكر دخل علي عليه السلام والزبير والمقداد بيت فاطم عليه السلام. وابوا ان يخرجوا. فقال عمر بن الخطاب اضرموا عليهم البيت نارا. فخرج الزبير ومعه سيفه. فقال ابو بكر عليكم بالكل. فقصدوا نحوه. فزلت قدمه وسقط الى الارض. ووقع السيف من يده. فقال. صفحة خمسون. فقال ابو بكر اضرب به الحجر. فضرب بسيفه الحجر حتى انكسر. هنا انتهى الهجوم على الدار. وبعد ما انتهى الهجوم الامام علي عليه السلام خرج من الدار. وذهب الى العالية. نكمل. وخرج علي بن عبي طالب عليه السلام نحوه العالية. فلقيه ثابت بن قيس بن شماس. فقال ما شأنك يا ابو الحسن. فقال ارادوا ان يحرقوا علي بيتي وابو بكر على المنبر يبايع له. ولا يدفع عن ذلك ولا ينكره. فقال له ثابت. ولا تفارق في يدك حتى اقتل دونك. فانطلق جميعا حتى عاد الى المدينة. اذا بعد ما انتهى الهجوم الامام علي عليه السلام خرج من بيته. فلقيه ثابت بن قيس. ورجع معه الى المدينة. هو القوم كانوا في المسجد يبايعون ابليس. وعندما عاد وجدوا فاطمة في البيت تقول. واذا فاطمة عليه السلام واقف على بابها. وقد خلت دارها من احد من القوم وهي تقول. لا اهد لي بقوم اسوء محضرا منكم. تركتم رسول الله صلى الله عليه وآله جنازة بين ايدينا. وقطعتم امركم بينكم. لم تستأمرون. وصنعتم بنا ما صنعتم. ولم تروا لنا حقا. حديث واضح ان الامام علي عليه السلام خرج لامر ما. ولم يخرج حين هجموا عليه. بل دافع عن زوجته. وبعدما انتهى الهجوم خرج من بيته. فاين هو الهروب يا جهل?